سلام عليكم اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر دايزر من النظر الاولى لسوني اكس بيريا اكس زي بريميوم ممكن يجي بك ان الجهاز شكله شابه موبايلات سوني من السنين اللي فاتت ويمكن ما فيهوش حاجة جديدة لكن بعد استخدام المكسف للجهاز أقدر بسهولة أكد لكم العكس خلينا ناخد الموضوع خطوة بخطوة أولا التصميم التصميم فعلا شبه أجهزة سوني من الفترة اللي فاتت ولكن جودة التصنيع في الـ XZ Premium فعلا ممتازة الموبايل مصنوع من مجموعة من المواد المنساجمة مع بعض بشياكة الوش والضهر عبارة عن إزاز جوريلا جلاس 5 متوصلين بسلاسة على الجناب البلاستيك الدورانية والفريم من فوق تحت مصنوعين من المعدن والنتيجة أن الموبايل مسكته في الإيد مريحة جدا بالرغم من حجمه الكبير ظهر الموبايل زي المراية ولون الأسود بالذات بيعمل إنعكاسات شكلها ظريف مع الإضاءة ولكن هتحتاج تمسح الموبايل من البصمات كل شوية مع عدم موجود أي بروز للكاميرا الموبايل إنسيابي جدا وبيدي إحساس بالفخامة بصراحة ولكن ولكن ما نقدرش نخلص كلام عن التصميم من غير ما نتكلم على البيزلز الكبيرة فوقه تحت الشاشة وأكيد الفخامة والشياكة دي كانت هتابقى أعلى بكتير لحجم البازلز كان أصغر من كده بالذات مع التجاه التصاميم اللي بنشوفها في 2017 ولكن وجود البازلز في الـ XZ Premium بيديك ميزة مش موجودة حاليا على معظم الموبايلات في السوق وهي أكيد السماعات الفرانت فيسينج السماعات صوتها واضح من غير أي ديستورشن ومكانها مثالي عشان يديك الاستيريو إفكت الممتاز مع الجيمز والفيديوهات السماعات صوتها مش عالي نسبيا وكان نفسي بصراحة يكون أعلى شوية ولكن على الأقل مش هتكتم الصوت بإيدك زي السماعات اللي بتشتغل من أسفل ودي أكيد ميزة واستكمالا للكلام عن الصوت سوني ما زالت محتفظة بمدخل السماعات 3.5 ميلي ومكانه من فوق ودي أكيد حاجة تمام أما البصمة في الـ XZ Premium فبتشتغل من خلال زرار الباور وباختصار مثالية المكان ممتاز وطبيعي جدا مع مسكة الإيد سواء بإيدك اليمين أو الشمال البصمة نفسها سريعة وبدقيقة وبتشتغل مظبوط تقريبا كل مرة وفيها نيميشان ظريف بيحصل كل مرة في الشاشة لما بتشغلها ومن الحاجات العجباني جدا في الموبايل بصراحة سوني تعتبر من أول الشركات اللي موبايلاتها كانت ضد المية والـ XZ Premium أكيد مكمل مع ريتينج IP68 فمعندكش أي مشاكل مع التراب أو المية لحد عمق متر ونص لمدة نص ساعة ودلوقتي وصلنا لوحدة من أهم المزايا في الـ XZ Premium وهي أكيد الشاشة واستعدوا لمجموعة من الأرقام القياسية أولا الشاشة 5.5 إنش LCD مع ريزولوشن 4K 3840 في 2160 وده هديك رقم خزعبالي جدا 807 بيكسل بر إنش الشاشة كمان هي أول شاشة 4K تدعم الـ HDR على أي موبايل يعني باختصار معك مواصفات تلفزيون محترم جدا ولكن في شاشة موبايلك اللي انت ماسكه في إيدك أنا عارف أن في ناس دلوقتي بتقول أن ده أوفر جدا ملوش لازمة ومش محتاجين كل الكلام ده ولكن افتكروا أن من فترة مش طويلة كنا بنسمع نفس الكلام على شاشات الفول HD ومن بعدها شاشات الكواد HD اللي الوقت بقت تعتبر ستاندرد على معظم الموبايلات وده أكيد نقطة تحسب لصالح سوني إنها صداقة في المجال ده طبعا الريزولوشن العالي للشاشة يعتبر ميزة قوية ولكن ممكن يكون ليه تأثير سلبي جدا على البطارية وعشان كده شاشة الـ XZ Premium مش شغالة 4K طبيعي باستمرار بمعنى طول ما أنت بتألف السوفتوير في السيتينجز أو في معظم التطبيقات الريزولوشن هيكون فول HD ومعموله أبسكيلينج أو تكبير على الشاشة 4K وده هديك شاشة شكلها كويس جدا وفي نفس الوقت يحافظ على أداء البطارية لنكلم عليها بالتفصيل كمان شوية أما الفور كي الحقيقي فبيشتغل لما تفتح يوتيوب وتختار 4K ريزولوشن وده حاجة مش هتلاقيها على أي موبايل تاني أو أنك تفتح تطبيق الألبوم وتتفرج على الصور أو الفيديوهات اللي أنت مصورها بجودة 4K وبصراحة شكلها قوي جدا وظنك كمان الفور كي بيشتغل في برامج الستريمينج زي أمازون فيديو ونتفلكس وغيرهم ميزة تانية كمان لشاشة الـ XZ Premium 4K هو أكيد الـ VR الريزولوشن في الفيرشورياليتي بتقسم بين عينيك الاثنين فأكيد الـ 4K حيديك ريزولوشن أحسن بكتير وصورة أنقة ولكن حط برضو في اعتبارك أن الـ Response Time للشاشات LCD بطيء نسبيا فممكن تحس بشوية لاج في الحركة هتلاقي كمان في Settings option أنك تعدل الألوان ودرجات الدون الأبيض زي ما أنت عايز الخلاصة الشاشة أكيد ممتازة في الـ XZ Premium ودلوقتي خلينا نتكلم على المواصفات الداخلية الموبايل بيجي مع معالج Snapdragon 235 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وذاكرة الداخلية هنا 64 جيجا عندك كمان الـ option أنك تستخدم كارت ذاكرة خلاجية لحد 2256 جيجا أو تستخدم اتنين SIM card وده أكيد ميزة ناس كتير بتهتم بيها المواصفات دي بتترجم لاستخدام سلس جدا مع الـ XZ Premium مش هتواجه أي مشاكل أبدا ولا أي بطء في السوفتوير سواء في المالتي تاسكينج أو حتى في الجيمز التقيلة وعمتا أداء ممتاز جدا مع الموبايل أما بالنسبة للحرارة وده حاجة أنا عارف أنها شغلة ناس كتير فبطمنكم أن الموبايل مش بيسخن أبدا حتى مع الاستخدام المكسف سواء في الجيمز أو في الفيديوز الفور كي أو تصوير الفور كي كله تمام وآخر هو أنه بيكون ظهره دافي شوية لكن في موقف تاني حصل معي مع الحرارة نحكي لكم عليه كمان شوية البطارية في الـ XZ Premium مش كبيرة نسبيا 3230 ميلي أمبير ولكن بفضل المعالجات الجديدة اللي بتوفر في الطاقة لأداء كويس جدا سهل جدا أنك تكمل يوم كامل من استخدام القوي ومن تجربتي الموبايل حديك من 4 لـ 5 ساعات سكرين أون تايم أو وقت تشغيل الشاشة ده أكيد مش قاعدة رقم في السوق مقارنة بالمنافسة ولكن مازال يعتبر رقم كويس جدا وداء يعتمد عليه البطارية طبعا بتتشاهن عن طريق مدخل USB-C واللي بيدعم الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 3 وده هيديك حوالي 40% من البطارية في خلال نص ساعة تقريبا من الشحن الموبايل كمان فيه خاصية اسمها Q-Novo ودي اللي بتطول عمر البطارية عشان تعيش معك فترة أطول من غير ما كفايتها تقلم على الوقت وبرغم أن الظهر مصنوع من الإزاز لكن للأسف الأكس زي بريميوم لا يدعم الشحن اللاسلكي ويريت نشوف الميزة دي من موبايلات سوني في المستقبل الأكس زي بريميوم بينزل مع أندرويد نوجا 7.1.1 وطبعا مع السكن الخفيف الخاص بسوني ولعلى فكرة تقدر من خلاله تلعب ألعاب بلاي ستيشن 4 على موبايلك لأول اتنين على نفس الشبكة تقدر كمان توشبوك البلاي ستيشن 4 كنترولر وتستخدمه مع الموبايل ودي حاجة ظريفة الموبايل كمان بيجي مع بلوتوث 5 اللي طبعا بيزود المدى والسرعة وبيديك الإمكانية أنك توشبوك سمعتين على الموبايل في نفس الوقت وتتحكم في الصوت بشكل منفصل في كل واحدة ووصلنا أخيرا للكاميرا خلينا الأول نتكلم على المواصفات الكاميرا الخلفية في الـ XZ Premium 19 ميجا بيكسل مع فاتحة عدسة F2.0 الكاميرا فيها Laser Auto Focus وتكنولوجيا من سوني اسمها Predictive Face Detection واللي بتتوقع حركة الحاجة اللي انت بتصورها عشان تقلل الاستغلالة في الصور الكاميرا بتفتح بسرعة جدا والفوكس سريع وفي ظروف الإضاءة الكويسة الصور بتطلع حلوة جدا مع علوان طبيعية والتفاصيل كتير بفضل 19 ميجا بيكسل الديناميك رينج كمان مضبوط في معظم الأحيان إلا لو فيه فروقات قوية جدا في الإضاءة وتقدر بسهولة تلقط صور فيها البوكا إفكت أو العزل XZ Premium بيجي مع مانع احتزاز إلكتروني ولكن للأسف مفيش مانع احتزاز بصري OIS في الإضاءة المنخفضة طبعا بتقل التفاصيل وبيظهر شوية نويز ولكن ما زالت الصور مقبولة جدا وتقدر تطلع نتائج كويسة طبعا كاميرا XZ Premium تقدر تصور فيديو 4K وجودة الفيديو تمام جدا الإكسبوجر تمام الألوان طبيعية والفوكس دايما مضبوط نظام التسبيت الإلكتروني شغال مضبوط وبيطلع نتائج مش سيئة أبدا نوعوجود هزة بسيطة جدا في الفيديو كل ذا كلام جميل ولكن الأوبشن اللي بيميز الكاميرا فعليا في XZ Premium واستعده تاني للأرقام القياسية هو السوبر سلو موشن 960 فريم في الثانية على فكرة أعلى موبايل موجود في السوق دلوقتي يقدر يصور سلو موشن 240 فريم في الثانية بجوتة 720P يعني الفرق شاسع لصالح XZ Premium النتائج اللي ممكن تطلعها مع السلو موشن بصراحة نتائج قوية ومبهرة جدا بس خلوني برضو أوضح لكم شوية حاجات في التصوير البطيء الكاميرا بتصور تقريبا أقل من ثانية يعني لمسة واحدة للزرار ونتيجة بتتفرد في حوالي 6 ثواني لكن تقدر تكرر التصوير البطيء في نفس الفيديو زي ما انت عايز بس عشان تطلع نتائج مظبوطة وبطبيعة الحل عمتا مع التصوير البطيء هتحتاج إضاءة قوية وأحسن نتائج هتطلع في التصوير في الشمس ومحتاج طبعا تزبط اللحظة بالزبط اللي انت عايز تصورها أو تصور حاجة بتتحرك بشكل مستمر زي حركة البحر مثلا وعمتا مع شوية تدريب هتطلع نتائج قوية جدا حصل معاي موقف مرة ان الموبايل طلع لي ميسدج بيقول ان الحرارة عالية ومش هادر يصور غير لما يبرد ولكن انا كنت بصور في الشمس والحرارة في اليوم ده كانت اعلى من 51 فأظن جدا ان الموبايل معذور اما بنسبة الكاميرا الاممية فهي 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2.0 ونسبة طبعا لجميع انواع السيلفي مع زاوية عريضة نسبيا لحاسة انها ممكن تخلي الشكل حاجات صوفت شوية ولكن مازالت الصور كويسة جدا مع الوان قوية اداء الفيديو كمان تمام ويمكن تحتاج شوية تركيز مع الاضاءة اللي حواليك عشان تزبط الاكسبوجر بس سهل جدا تطلع فيديو تمام مع اعتزازات خفيفة اداء الكاميرا كان تمام في برامج الفيديو زي سناب شات وانستاجرام وغيرهم طيب في النهاية الـ XZ Premium هو احسن موبايل سوني عملته بالتأكيد الموبايل مصنوع كويس جدا وتركيب المواد المستخدمة فيه مع بعض يدينه شياكة وشكل مميز الحاجة الممكن تكون مش عجبانة طبعا هي حجم البازلز الكبير نسبيا ولكن باقي المواصفات كلها ممتازة اداء قوي شاشة جبارة كاميرا محترمة مع سلو موشن خطير جدا وبطارية يعتمد عليها الخلاصة لو بتفكر في الـ XZ Premium واكيد لك جدا ان هو مش يخيب ظنك وبس ده كان الريفيو الكامل للسوني إكسبيريا XZ Premium لو عجبكم الفيديو يريد ما تنسوش اللايك طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصلكوا كل الفيديوهات والريفيوهات الجديدة اول باقول شوكوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة